السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله سنشرح تأثير الدخان المتحرك في برنامج الافتر افكت عمل الدخان المتحرك طبعا تستطيع إحضار الدخان المتحرك كفيديو وإضافة على صور فيديوهات في الافتر افكت لكن الأفضل عمل هذا التأثير بنفسك أول نفتح كومبوزيش جديد كومبوزيش جديد 16 ثانية تكفي نحضر صورة خلفية حتى يظهر العمل نسحب الصورة هنا نعمل الصورة فت حتى تتلعام أبعاد الصورة مع كومبوزيش هنا بعد وضع الصورة نضع سوليد في أي لون يوجبكم الأسود مناسب ثم نذهب إلى افكت ونختار هنا نويز ثم هذا الافكت المسؤول عن الدخان أو السحب والغيوم فراكتل نويز الآن نغير بعض الإعدادات لنحصل على تأثير الدخان البداية هنا نضع سبعة وسبعين أو خمسة وسبعين سبعة وسبعين مناسب بعد ذلك عندنا هنا ترانسفورم نضغط على ترانسفورم ثم نزيل هذه العلامة هنا يظهر معنا العرض والارتفاع نجعل العرض ثلاثمية أو ثلاثمية واربعين والارتفاع كذلك نرجع قريب من ذلك حتى تتسع الغيوم أو الدخان التسع بتعدى عن بعضها قليلا هذه الثانية ستة مناسب هنا ننتهينا من العدادات المسؤول عن حركة هذا التأثير المسؤول عن حركة هذا التأثير الآن نذهب إلى هذا الخيار هنا هذا الخيار هنا نضغط ستب ووتش ينقل المؤشر في بداية العمل بعد ذلك ننقل المؤشر إلى نهاية العمل ونختار هنا العمل هنا قصير ستة عشر ثانية نختار ستة أو سبعة ستة مناسب يضغطنا هنا على الليار يضغطنا هنا لحرف اليو يظهر لنا الكيفريم هنا في البداية وكيفريم في النهاية نحرك الآن نرى ننظروا ترى حركة داخل الدخان أو الغيوم حركة وهي ثابت بمكانها لكن حركة داخل الدخان أو الغيوم هذا التأثير الأول التأثير الثاني نذهب إلى بعد ذلك نذهب إلى الأفسد ونضع المؤشر في بداية العمل ونضغط ستبوتش ليعمل لنا كيفريم ونذهب إلى آخر العمل آخر العمل ونسحب هذا المؤشر إلى الاتجاه الذي نريد الغيوم أو الدخان أن يذهب إليه أنا أريد أن يذهب إلى اليمين وأعلى ننظروا هنا يعني من هنا من الوسط إلى الأعلى هنا صنع لنا كيفريم كيفريم إذن الحركة أصبحت من لن نرى حركة أصبحت الحركة من اليسار إلى اليمين الأعلى إلى اليمين وفي الأعلى هذه الحركة طيب بقي عندنا أمرين الأمر الأول وبسيط الشفافية ستة مناسب بالنسبة لي ويبقى الأمر الأخير الأمر الأخير هنا المود نغير المود نغير المود طبعا إذا ما يظهر معك المود تستطيع الضغط على هذه العلامة هنا يظهر معك المود تختار المود سكرين انظر ظهرت 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 تأثير على الصورة الآن نجرب ننظر هذا التأثير الآن من اليسار إلى اليمين في الأعلى لو أرد لو أرد منطقة مثل منطقة هذا الباب ألا تجعل التأثير يكون موجود فيها تستطيع عمل ماسك بالضغط على اللاير ثم الضغط هنا بانتول وتختار ننظر هنا الآن أصبح الدخان فقط في المكان الذي يوجد فيه الماسك طبعا بعض التعديلات في العدادات تستطيع الحصول على غيوم وأيضا يوجد في داخل التأثير هنا إعدادات جاهزة تستطيع تجربتها لتحصل على تأثيرات كثيرة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته